أحمد بلال كاترون كان مريح النهاردة أحمد فتحي ووليد سليمان من التدريبات أصلا كلها ده هم أجازة النهاردة وده وضع طبيعي جدا لحالة أحمد فتحي النواخات كادمة كانت قوية جدا كادمة دي بتبقى سائلة قوي قوي كادمة اللي بتبقى في الفخدة أو فوق الرجبة على طول بتوقف الرجل بشكل رهيب جدا وأحمد فتحي من النوعية طالما طلع من الملعب أثناء المباراة تعرف أن الأمر مستهل خالص يعني دي نوعية أحمد فتحي ووليد سليمان أين بدور الفترة اللي فاتت هو على طول مش الفترة اللي فاتت الحقيقة يعني بيدي كل مجهوده يعني من الناس اللي هي ما بتوزعش مجهوده أثناء المباراة ولا أثناء الموسم دي مش شخصية وليد هو بيدي كل حاجة عنده مرة واحدة في كل الأوقات فمش عايز أقول بييجي على نفسه لكن هي دي شخصيته فعمل شغل رائع جدا من بداية الموسم لحد الوقت هو يعني صاحب الأرقام العالية أو أفضل أرقام موجودة في لعبة الأهلي من أول الموسم ما بدأ لحد الوقت طبعا بالتأكيد هو وليد سليمان حسام عشور استعرضنا أهميته مبارح من خلال الأرقام ومن خلال تواجده وتخيله أن حسام عشور في مباراة الدوري الأهلي لعب ست مباراة لعب ثلاثة بس منهم حسام عشور كسبوا الثلاثة الأهلي كسب الثلاثة كسب المصري في وجود حسام عشور كسب ودي دجلة في وجود حسام عشور كسب حرص الحدود في وجود حسام عشور والثلاث مباريات اللي ما كانش فيهم حسام عشور الاهلي ما حقاش فيهم الفوس خالص يعني تعادل مع الإسماعيلي واحد واحد وتعادل مع الإنتاج الحربي سفر سفر وخسر من الاتحاد السكنداري أربعة ثلاثة فدي تبايل لك مدى أهمية ومكانة حسام عشور هو بيخضع على برنامج تأهيلي إن شاء رحمن يلحق مباراة وفاء الصيف خبر كويس برضو ساعد سمير بدأ يلعب أو تدريبات الكرب مع ساعد سمير في الجيم الأول وبعد كان مع كتن طرق عبدالعزيز وواحد من الناس اللي هي لازم تأخذ حقها برضو طرق عبدالعزيز ده يعني خبرة هيلة جدا رائع جدا في عملية التأهيل ممتاز جدا طرق عبدالعزيز ده ناس من اللي انت تبقى سعيد جدا في الشغل معها ويشرفك كبير ان انت تشتغل مع الشخصية ديت يعني دايما أنا بقول فيه ناس يعني نجوم وأبطال الدوء والشهرة أو المكانة الإعلامية ولا حاجة ما بيخدش حقهم بشكل رائع جدا لكن الراجل ده يكفي ان هو بلو بحوالي بتاع 20 سنة أو 21 سنة مع النادي الأهلي كابتن طرق عبدالعزيز الأهلي بيحدد يوم 21 أكتوبر مما هو عدل الصفر قبل المباراة بتاعة وفاق الصيف بيومين اتنين بس هيسبق البعثة كابتن سمير عدلي وده كمان من الناس اللي هي تاخد حقها حقيقة يعني جابتن سمير عدلي هيسبق الفرقة بيومين بيحضر الحاجات وبيضبط الدنيا بشكل كويس الأهلي يتضرب على النجيل الصناعي في الجزائر ماشي المباراة طبعا على النجيل الصناعي وإن كان فيه خبر أن المباراة ممكن المباراة الأهلي وفاق الصيف ممكن ممكن تتنقل يعني فيه حاجات هناك خاصة بحاجات معينة من وفاق الصيف إدارة النادي مع الجهات هناك في الجزائر يبدو أنهم عليهم بعض الحاجات المالية يعني يوغدين للأستاذ الأستاذ عليه التزامات مالية المفروض يدفعوها للجهات هناك ما يدفعوها لحد الوقت الجهات هناك أخترتهم أنهم قدامهم 15 يوم وإلا هيقطع عنهم القهربة الخاصة بالملعب اللي هيقام عليه مباراة الأهلي ووفاق الصيف فممكن مباراة الأهلي ووفاق الصيف تتنقل من مكان الملعب اللي بتلاعب عليه اللي هو النجيل الصناعي لمكان آخر يعني لكن انت عارف التحدي الدولي بيبقى أو التحدي الأفريكي بيبقى محدد عشر تيام بس هما لسه لحد دوليتي هنهم نتكلم فيهم عشرة لسه قدامهم 13 يوم أوكي دي كانت أخبار سريعة كده خاصة باللقاء وهنشوف بعد شوية التشكيلة هتبقى مين قلت لكم خط الرباعي الأقرب لبداية اللقاء ناصر مش ناصر مال أحمد حمدي أحمد حمدي ومؤمن زكريا ومحمد شريف وأحمد ياسر ريال هطلع فاصل واستقبل نجومي كابتن إبراهيم عبدالصمد وكابتن محمد حشيش وكابتن أحمد بلال واحنا بنستقبل ضيوفنا أو بننتظر دخول ضيوفنا هناخد مشوار الأهلي أو مباراة الأهلي المهمة جدا في الكاس من خلال تقرير